موسيقى الحزب الاسلامي النمساوي يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية كورتز يندم على انهاء التحالف مع حزب الحرية بعد إبيزا السعودية تستعرض رؤية 2030 في مؤتمر منتدى أوبيك للتنمية في فيينا دراسة تؤكد أن تغيير مزود الكهرباء يوفر تسعمائة وخمسين يورو سنويا اتحاد النقابات ينتقد الجمود في ملف تقاعد النساء وأكثر من نصف السائقين يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم يعتزم الحزب الإسلامي في النمسا إي بي او الترشح في الانتخابات الوطنية المقبلة في سبتمبر رغم الشكوك حول نجاحه يهدف الحزب إلى تأمين الحقوق الدينية للمسلمين ويسعى للمشاركة في الانتخابات الوطنية والرئاسية حيث يحتاج الحزب إلى 2600 توقيع لترشحه وقد وصف المجتمع الثقافي التركي الحزب بأنه ضربة للمسلمين داعيا للفصل بين الدين والسياسة كما نأت الهيئة الإسلامية بنفسها عن الحزب داعية المسلمين للمشاركة السياسية بطرق أخرى فيما اعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي اس بي او أن الإسلام السياسي تهديدا للقيم الأساسية في البلاد أعرب المستشار النمساوي السابق عن حزب الشعب النمساوي أو فاو بي سيباستيان كورتز عن ندمه على إنهاء التحالف مع حزب الحرية النمساوية بسبب فضيحة إبيزا وفي حديثه خلال لقاء عمل نظمته وكالة الاستشارات سيدغاي في فيينا أشار إلى أن المعلومات المتاحة حينها كانت سيئة وأن الشائعات أشارت إلى وجود المزيد من الأمور الجيدة التي ستظهر بعد الفيديو وأضاف أن التحالف مع حزب الحرية كان يعمل بشكل جيد للغاية حيث تم تحقيق الكثير في وقت قصير وأشار إلى أن التعاون مع حزب الخضر كان أصعب بكثير ورفض التعليق على احتمالات التحالف بعد الانتخابات القادمة مشيرا إلى أن كل شيء ممكن أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة ومخاطر جيوسياسية متصاعدة مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية تتزايد باستمرار وأوضح الجدعان خلال مؤتمر منتدى أوبيك للتنمية في فيينا أن بلاده تتمتع بوضع اقتصادي قويا ومستقر بفضل الإصلاحات الاقتصادية الناجحة ورؤية السعودية 2030 وخصص صندوق أوبيك 20 مليار دولار لدعم التنمية في السنوات الست المقبلة خصوصا للدول العربية وتخصص 50 مليار دولار للتنمية في أفريقيا خلال العقد المقبل أظهرت دراسة حديثة من موقع دورغ بليكا أن تغيير شركة الكهرباء يمكن أن يوفر للمستهلكين في النمسا ما بين 400 و 950 يورو سنويا حسب حجم الأسرة ومع ذلك أشار الاستطلاع الذي أجرته الدراسة إلى أن 70% من النمساويين لم يغيروا شركات الكهرباء أو منذ أكثر من عامين ويعزى ضعف الإقبال على التغيير إلى سياسة كبح أسعار الكهرباء الحكومية التي تقلل من حافز التغيير بتعويض التكاليف الإضافية للطاقة تلقائيا لذلك ينصح دورغ بليكا المستهلكين بمقارنة الأسعار والعثور على عروض جديدة للتوفير وجه الاتحاد النمساوي للنقابات انتقادات شديدة للحكومة النمساوية لعدم اتخاذها خطوات ملموسة لتحسين وضع التقاعد للنساء ومع اقتراب رفع سن التقاعد الرسمي للنساء تدريجيا إلى 65 عاما حذر الاتحاد من أن ثلث النساء لا يمكنهن التوقف عن العمل مباشرة بعد انتهاء مسيراتهن المهنية وطالبت نائبة رئيس الاتحاد كورينا شومان الحكومة بمنح النساء حقا قانونيا في تقليل ساعات العمل وتسهيل الوصول إلى معاشات التقاعد المبكرة للوظائف الشاقة مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بقاء النساء في العمل لفترة أطول كشفت دراسة حديثة من إيفس أن أكثر من نصف السائقين في النمسا يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة مما يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وأوضحت الدراسة إلى أن التشتت هو السبب الرئيسي لحوادث المرور واستجابة لذلك أطلقت شركة آسفيناج حملة توعية على الجسور والطرق السريعة بالإضافة إلى الترويج لمناطق التوقف والكتابة لاستخدام الهاتف بأمان وخصصت أربعمائة ألف يورو للحملة وأكد الخبراء أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يعادل تأثير الكحول مما يزيد خطر الحوادث بخمس مرات عند إجراء المكالمات وثلاثة وعشرين مرة عند كتابة الرسائل النصية كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي أسعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر